السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عمقين ايه يا رب تكونوا بخير وحش تونة كثير كثير من الفيديو اللي فات للفيديو الجميل ده بسوا الفيديو ده جميل جدا عايزاكم متجروش الفيديو استمتوع وبالمنظر الجميل ده وتشوفوا بق الا المناظر الخلابة الطبيعية اللي عليكم متجرو الفيديو بس الاول ننزل الاول نصل على النبي منزل نضغط لايك اللي عليك وتحطوا اللايك والله العظيم انا بلاقي كمية تعليقات ومفيش لايكات ومشاهدات ومفيش لايكات مش هتخسر حاجة يا جماعة محطوا اللايك بلا عليكم لان اللايك يعني بيرفع الفيديو يخلي الناس كتير تشوفوا فبلا عليك اخدموني وحطوا اللايك طيب بصوا احنا النهاردة كده روحنا نابو كريم روحنا البحر روحنا البحر عند عم اسمه ايه بصيت اسمه والله اما علي اه اسمه عم علي عم علي ده بيستطد سمك من البحر وبعدين ايه سمك دلد بيكون صحي فاحنا ايه اتصل بينا فروحنا اخد كان يعني انطلق علينا كده شوية سمك حلوين صحيين من البحر فاتصل على ابو كريم قال له تعالى يا ابو كريم انا طلعت الخير تعالى اخد منه وانت عايزه فروحنا ولا ابو كريم لعم علي في البحر بس ايه يعني عشان ندخل لعم علي ونروح للبحر ايه بنمشي ايه من وسط الملاهي والجنينة والحاجات دي يعني ماشي حان نروح له يعني مكان ما هو بيكون موجود هو والمركب والحاجات كده يعني عندنا حكاية النهاردة هنحكيها بس استنوا لما احكي لكم الاول عن حكاية السمك والحاجات الحلوة اللي احنا جبناها واقول لكم احنا عملنا ايه والكيلو كام واشترينا ايه ورجعنا السمك تاني ليه احنا اشترينا السمك ورجعنا تاني ليه هقول لكم علي لما تشوفوا السمك هتعرفوا انا رجعتوا ليه بس اخدت منه سمكة بايات كبيرة جدا يعني ما شاء الله خمسة كيلو ونص اخدتها منه كانت جميلة باسم الله ما شاء الله ايه بصوا اهو عم نعالة المركبة اهو في البحر يعني كان لسه يعني بيطلع على الشاطئ كده عشان يطلع علينا اللاس اهو بصراحة بعد ما اخدت السمك رجعته وروحت رجعت تاني بيه رجعته له ليه بقى انا واخده منه السمك على اساس ان هو سمك بلت كبير رحت لقيته سمك صغير جدا طبعا للعيال هيعرفوا يكلوه ولا انا هعرف ان نظفه ولا عندي وقت ان انا نظف خمسة كيلو سمك اللي هو الصغير ده طبعا رحت رجعته له وخدت منه اللي هي السمكة الكبيرة للبيض اللي انت هتشوفوها دلوقتي معنا هتشوفوها دلوقتي في قلب الوديو طيب تعالوا بقى عشان الوقتي ما يسرقناش نشوف الحكاية اللي جاينا النهاردة بتحكي وتقول ايه طيب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحتوا اعرضوا سؤالي ده من غير اسم ماشي حاضر يستقل انا الجوزي طبعه صعب قوي قوي وبيتدخل في كل كبيرة وصغيرة ومش مديني المجال حتى اتنفس مع اني كنت عايشة مع عائلتي ووالدي الله يرحمه كان مديني كل الثقة وعمري الحمد لله ما عملت اي حاجة غلط تخليني افقد ثقة ابوي وامي او اخواتي في كنت قبل ما اتجوز ابوي كان قبل ما اتجوز ابوي الله يرحمه سابلي عربية علشان شغلي وطلبت البيت وكنت انا راجل البيت عند اهلي وخصوصا مع تعب ابوي وامي واخواتي مسافريني من ساعة ما اتجوزت العربية ما بيتدورهاش ويخليني ما بيرضاش يخليني اركبها ويقول لي غلط تسوقي وانا معاتي طيب سيبني طيب سيبني انزل اروح بيها لامي لا لازم هو اللي يوديني ولازم هو اللي يسوق ومش من حقي انطق مع انها عربيتي اخر المشاكل وهو هو الصبحة انا بنزل اروح شغلي عاوزني قبل منزل لازم اتصل واقول اني انا نزلة مع العلم من اول من الاول ما بيعرف اني في الشغل ويقعد كل شوية يتصل ويبقى يعني ببقى مزنوقة وحوالي زميلي ويقول لي مين عندك وبتعملي ايه وما بقاش عارف ما بقاش عارف ارد اصلا بصوا السمكة البيض اللي بقلكو عليها هي انا خدتها دي دي كانت خمسة كيلو نص بسم الله مشاء الله ابو كريمة هون شايل عزة وراح يشوفها كنت بصورها واخدت معاها كمان شوية مش عارف اسمهم ايه تاني البيض الصغير ده بس السمك البولتي صغير ده انا مخدتهوش لاني معرفتش انضفه ارجعته له بعد من روحت البيت بفتح الشنطة لقيته سمك صغير جدا وانا مش عارف انضفه وعايز وقت وانا مينفعش وهو مش بينضف المهم انا خدت السمكة دي كانت لسه طالعة بصراحة فاخدتها منه ايه وعملتها كانت باسم الله ما شاء الله يعني طعمها جميل جدا اهي اداني كيلو من البيض ده بخمسين جنيه يعني السمكة دي كانت خمسة كيلو ونص بمتين خمسة وسبعين حاش اللي هو الخمسة وعشرين واخدناها بمتين وخمسين جنيه بس فتعالوا بقى نكمل كده وهتشوفوا دلوقتي في الاكياس او السمك الصغير ده انا رجعته لاني مش عارف انضفه وولادي مش عارف يكله اساسا يعني واحنا مش هنعرف ناكله بتقول ويه اه لازم اقول اني نازلة او رايحة مع اني ببقى من بالليل قدامه مجاهزة لبسي وايلاله هروح الشغل وهو من من الخطوبة وهو بشع في الغيرة بس انا بجد اتخنقت وخصوصا اني مكنتش عايشة كده في بيت اهلي اخويا الكبير يقول لي اني اني ارجل من الف ولد باللي عليكم اقولولي اعمل ايه مع العلم ان انا متجوزة ليا ست شهور واتخنقت بجد بجد ومش عارفة اعمل ايه تقولولي اتصرف مع جوزي ده ازاي اه ولا اعمل له ايه يعني انتي يا بنتي انت متجوزة بقالك ست شهور بس ويعني اعتبر انتي لسه عروسة على فكري يعني وانتي في الخين وبتقولي اتخنقت جدا جدا طب ما ها يعني مش عارفة اقولك بصراحة يعني عايزة طب حاولي تغيري اصلا مش هقولك انك تسبيه مش هينفع اقولك انك انت تطلق منه وتسبيه حاول تغيري منه وتغيري من طابعه وحاول تغيري من من معاملته ليك مش عارفة والله بس يعني هو ياخذ منك العربية لا مش من حقه دي بتعتك وباباك اللي جايبهالك وو مش من حقه ياخذها منك ومش من حقه انه هو يعني يتحكم زياد عن اللزوم يعني ومش من حقه انه هو يعني يضايقها عليك ارتحافيين جاي من Theatre جايبت together باالعلم ان هو بقاع بالليل عارف ان انت رايح الشغله مجاهزة لبس الشغله يعني رايح شغلك كل شبير ان عليكي معاكي مين بتكلمي مين لا هي خنقة بصراحة بجد وانا معاكي كدي خنقة بس يا بنتي هقولك ايه انت لسه بنت لسه عروسة مكملتي الست شهور هقولك اطلاقي منه حرام كنت جوزتلي من الاول بقى وطالما انت بتقولي انت كمان بتقولي ان هو من الخطوبة وهو عنده غيرة يعني بغير جدا طب انت ماكنتش لما انت لقتي كده في الخطوبة ماكنتش كملتي ماكنتش وصلت لمرحلة الجواز او انت كنت يفتكئ ممكن تكون انت فكرت ان هو بعد الجواز ممكن يتغير بس لاقي يا حبيبتي اللي في طبع امره ما بيتغير اللي في طبع بيبقى الطبع ده فيه ما بيتغيرش ابت بال بالعكس ده بيزيد والله مش عارف اقوليك ايه انا بصراحة اه ربنا يسلح هالك يا رب وياهدي النفوس وياه cautious حاله وياهديه عليك اه بصوا بصوا لو المنظر انت مستقاى جدا بصوا الله التقديم نظر كان جميل جدا ويأخذ منه السمك بني وبينه صور حريق كبير قوي يمكن شوفته في التصوير عارفين لو كان ليه باب كده ولا ليه نزلة أنا كنت نزلت ركبت المركب دي وكنت خليته أخذتني لفة كده في البحر أو المصحف بص حبيبتي هقولك على حاجة الغيرة على فكرة بتأدي لهلاك بتأدي إلى يعني بتضمر أحيانا بتضمر والله فحاولي حاولي تغيري أنا مش لقي رد أقولهولك بصراحة يعني مش لقي يمكن هما أصحابي أو متابعيني الكرام هما يقولولك على حل بالأول مرة أعجز إن أنا أرد على أي حد يبعتلي أي حاجة بصراحة يعني مش لقي رد لسؤالك والله يعني ممكن أقولك أصبري يمكن مع الأيام يضغير يمكن ربنا يكرم وربنا يهدي كده ويصلح حاله يمكن أصبري صورين بخير والحد هنا كده يا رب الفيديو بتاعنا يكون أعجبكو للمنظر الجميل دوتا كنت فيديو كنت مستمتعة بيبي جدا وأحبت أوريكو شكل البحر وشكل النيل والجمال الطبيعة وأحبت أوريكو السمك السمك اللي أنا جبتها الكبيرة دي وكان نفسي أكل كل حد فيكم إنها يارب الفيديو بتاعي يكون أعجبكو لا تنسوا ليش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وأشوفوا الشوق على خير إن شاء الله فيديو بديد مع الفي السلامة حبيب قلبي مع السلامة